كان فيه سنة عشرين واحد وعشرين كان فيه رأي قضية رأي عام كان متهم فيها شاب اسمه هيسم هو بيقولك ابن كما هو حفيد كامل أبو علي مش ابن يعني لو انتوا فاكرين القضية كان انه كان سايق عكس الاتجاه عربية بي ام عكس الاتجاه وسكران ودمر عربية مهندسة اسمها مايسكندر اللي هي الصورة دي حد فاكر الحادثة دي دي الحادثة بتاعت مايسكندر الله يرحمها طحن عربيتها وهو جاي شارب مخدرات وماشي عكس الاتجاه ده فجأة الراجل ده صورة ماي دي راحت خلاص يعني ماي دي انتهت الى الابد يعني خلاص يعني خلاص ماي خلصت لكن طبعا لانه واحد من ابناء الكبار او يعني هو حفيد مش ابن مش ابن كامل ابو علي كان حفيده بيقوله خد براءة في القضية دي لو انت فاكرين اهو حيسيات براءة كامل ابو علي ابن ناجل كامل ابو علي هم بيقوله ناجل يعني لو انت فاكرين اخد البراءة ولا عزاءة لميسكندر وخلاص على كده غالبا اهل مي كمان خدوا فلوه او ما خدوش معرفش يعني لكن خلاص رجل اعمال كامل ابو علي ده واحد من الحيتان الكبيرة قوي ده يا سيدي لما تنزل عبال امالتك مطار الغرداءة وانت واخد الاتجاه اللي ماشي ناحية مرسى عالم يعني مش الناحية دي الناحية التانية تلاقي اه منتجع سياحي اسمه وقال في الليلة وليلة ده بتاع كامل ابو علي مستر كامل حقيقة يعني استثماراته ضخمة في شرم الشيخ والغرداءة وهو رئيس جمعية المستثمرين بتوع البحر الاحمر وما قدره كما مستثمرين البحر الاحمر دول حاجة جمدة جدا هو بيستحوز على الحقيقة ست فنادق بشرم الشيخ ومرسى عالم والغرداءة يعني عنده طب ايه بقى انا جاي احكيلكو عن كامل ابو علي مش معقول يعني كلا وحاشا وحاشا وكلا الجديد بقى انه فيه فضيحة تانية بطلها كامل ابو علي عامل خناقة مع رجل اعمال هناك اسمه حسام الشاعر كل واحد من دول عنده مجموعة فنادق حسام الشاعر ده غالبا من عيلة الشاعر بتوع كرداسة او بتوع نازل السمان عنده مجموعة فنادق في الغرداءة او في المنطقة دي وكامل ابو علي عنده نفس القصة اتخنقوا على الحدود ما بين ماملاك ده واملاك ده طيب هيتخنقوا بنفسهم مش معقول فكل واحد عمل ايجاب رجلته والجردات بتوعه ودخلوا في بعض بقى ايه يعني مواجهة شبه يعني مسلحة وسط مراقبة ومتابعة السياح يعني عندهم خلاف على الحدود بينهم بعض في المياه البحر قدام المنتجات بتاعتهم هب دانا بيتش بتاع كامل ابو علي والتانية كان اسمها سانرايز جاردن بتاع حسام الشاعر هب راح ايه واقفينوا قدام بقى لا ده انتهنة وجابوا عمال يدوقوا خوازيق في المياه وكل واحد بقى شحن رجالته وطبعا السياح واقفين يدفنوا الخناءة كلها كتب عنها موقع القاهرة خلاص جات له تعليمات دخلنا جبنا الخبر اهو موقع القاهرة خناءة بين كامل ابو علي وحسام الشاعر وسط البحر وقيلات الغرداخة تدخل للحل نشوف بقى الخناءة كده وسط غياب حكومي كامل نشوف كده الخناءة كده مع بعض اهو قادي يا حضرات اهو كل واحد جاي برجالته وأسلحته ونفض نفسك يا ولا وهات يا بيت واعمل واشتغل وجابوا دقوا بقى خوازيق وصواميل ده كل دي الخناءة على الحدود الكابوسية لسان رايز جاردن ودانابيتش اهو وكل واحد جاب رجالته وعماله ويلا قال اجري قاله ونزلوا في المية ودقوا خوازيق وده يكلم ده وقابوا مين اللي بيكلم مين المشكلة بقى ان الفضيحة دي والخناءة خليه عندك صور تانية اهو بس هادي الصور اهي ما اتفرج بس بقى فيه صور كتير قوي يعني فيه صور كتيره جدا للعمال والجردات وفيه عربيات بقى نقلت جردات يعني فيه عربيات تكفلت من اخل الفتوات ما هو رجال الاعمال زي دول هتفتكر زي حالاتنا كده ماشي على الله يعني لو شارب آلة شوية زيادة يجيب حد يسند معاه الشنطة اللي شايلها لا دي ناس يعني عندها مليشيات يعني الفنادي دي شغالة ازاي بمليشيات فكل واحد جاب عربيات عربيات انا بقولك عربيات محملة اسمه ايدا جردات يعني المشكلة بقى ان الفضيحة دي ها الفضيحة دي يا حضرات حصلت قدام السياحة السياحة كانوا قفين يتحكوا وميتين بالدحكة وطبعا محدش هيحاسيبهم كالعادة رغم ان الخناء دي كبيرة وتؤثر في السياحة اللي اصلا بتعاني في مصر وبعدين يقولك يطلع ابراهيم ايسا يقولك لما السايح يسمع الادان بيدا يجي ليه ابراهيم ايسا مشكلته مش في اللي بيديروا السياحة في مصر لا انهم بيدروع على طريقة كده سوق السمك او الفتوة صلاح ابو سيف وفريد شوقي ومحمود المليجي وتحاكر يوك لا مشكلته مش اللي بيديروا صناعة السياحة اللي بيدخنوا على حدود مائية ما بين دانابيتش وسان رايز جاردن لا مشكلته مع الادان تبقى دانا في الغرداء مفيش ادان بقى اهو ميكروفون الادان ازعج السياح وانا كافر ابن كافرة والله يا صدقت في الجملة التانية يعني مشكلة ابراهيم عيسى في دي بس ان انا ما شوفش بقى ان السياحة فين يتفرجوا على اثنين كبار قوي مستر كامل ابو علي مستر كامل ما بتقول له مستر كامل ما راح عمل شركة سينما عشان ينتج سينما ورح اشتغل مع خالد يوسف وخلي شهت لم عليه شفته وخد منه وانتاجه اaren دو كانش حاته او حاجه زي كده حاجه كده يعني معامل يمية فا والتاني ابقى مستر حسام الشاعر كل واحد ويقعت اليهم لم اجرداته ووقفوا يدخان ومع بعض لأ وبيدقوا انتوا يشوف الفيلم دلوقتي سيب ايكم الخبر ده خليشوف تفاصيل اكتر عن خنائة الكبار على شواطئ الغرداء فيديو في الفيديو جراب ده شوف كده اشتركوا في القناة